موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلب والطالبات في حلقة جديدة من دروس الرياضيات للصف الحادي عشر علمي عنوان حلقة اليوم هو المعكوسات ودوال الجذور التربعية وسنتناول الموضوع بالتفصيل بعد الفاصل فابقوا معنا أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلب والطالبات نذكركم بعنوان حلقة اليوم هو المعكوسات ودوال الجذور التربعي معكوس العلاقة إذا كانت R علاقة تربط كل عنصر A من مجال R بعنصر B من مدى R فإن معكوس العلاقة R يصل من B إلى A ويرمز لمعكوس العلاقة بالرمز R inverse أي R الصالب 1 أي إذا كان الزوج المرتب A وB ينتمي لR فإن الزوج المرتب B وA ينتمي لR inverse فنجد عندي المجموعة 4 و6 والمجموعة الأخرى 3 و5 و7 و9 هي R فإن المجموعة 3 و5 و7 و9 إلى المجموعة 4 و6 تكون هي R inverse معكوس العلاقة ملاحظة هامة إذا كانت النقطة A وB تنتمي لبيان دالة ما فإن النقطة B وA تنتمي إلى بيان معكوس هذه الدالة ولكي ترسم معكوس الدالة بيانيا اعكس الترتيب A وB لتصبح B وA لكل زوج مرتب ينتمي لبيان الدالة لإيجاد معكوس الدالة جبريا نقوم بالتبديل بين متغيرات الدالة X و Y ثم الحل بالنسبة إلى Y وإذا كانت الدالة تستخدم الرمز FX نعوض عن FX بي Y نلاحظ عزيزي الطالب عندي شغلتين بالرسم وجبريا بالرسم راح أعكس الزوج المرتب وجبريا راح أستبدل X مكان ال Y وأحل بالنسبة إلى Y معكوس الدالة الخطية هو أيضا دالة خطية ليس بالضرورة أن يكون معكوس الدالة هو دالة مثال ارسم بيان الدالة Y يساوي X زاء الثلاثة على أثنين ومعكوسها هنا عزيزي الطالب لازم أوجد نقطة ونقطة أخرى ونقطة ثالثة تساعدني في الرسم وبالتالي إذا حددت النقاط أعكس النقاط X و Y لتكون Y و X ثم نرسم نرسم بيان الدالة الأصلية اللي هو Y يساوي X زاء الثلاثة على أثنين باستخدام الجدول التالي أختار قيم لX ولتكون السالب واحد والواحد والثلاثة نعوضها مكان ال X وأحصل على ال Y اللي هي واحد عند التعويض مكان ال X بسالب واحد وعند التعويض بال X بالواحد أحصل على ال Y تساوي أثنين وكذلك عند التعويض بال X بثلاثة أحصل على ال Y تساوي ثلاثة وبالتمثيل البياني أمثل النقاط النقطة الأولى سالب واحد وواحد النقطة الثانية واحد واثنين النقطة الثالثة ثلاثة وثلاثة وأحصل على الخط المستقيم الذي أمامك لأنها حدودية من الدرجة الأولى ومعكوسها يكون نرسم بيان معكوس الدالة باستخدام الجدول التالي رح أعكس النقاط لل X مكان ال Y وال Y مكان ال X فلاحظ أني أنا بدلت ال X لتكون واحد واثنين وثلاثة وال Y هي سالب واحد وواحد وثلاثة أمثل النقاط الواحد والسالب واحد والاثنين والواحد والثلاثة والثلاثة لاحظ أن بيان معكوس الدالة هو صورة الدالة الأصلية بالانعكاس في المستقيم Y يساوي X ننتقل الآن عزيزي الطالب إلى المثال الآخر أوجد معكوس الدالة Y يساوي X زائد الثلاثة على الأثنين هنا عزيزي الطالب رح أحل جبريا والإيجاد معكوس الدالة جبريا نعم نبدل X مكان ال Y ونحل بالنسبة ال Y إذن عزيزي الطالب بدل X وال Y فتصير X تساوي Y زائد الثلاثة على الأثنين نحل بالنسبة لل Y إذن النظير الضربي للأثنين نضرب ه في الطرفين فيكون عندي الاثنين X تساوي Y زائد الثلاثة ثم أستخدم النظير الجمعي للثلاثة للطرفين فيكون Y يساوي 2X ناقص الثلاثة ننتقل الآن عزيزي الطالب إلى المثال الآخر أوجد معكوس الدالة Y يساوي 3X ناقص الأربعة إذن هنا عزيزي الطالب عشان أوجد معكوس الدالة أول شيء نعم أبدل الX والY ثم أستخدم على حسب يا النظير الضربي أو النظير الجمعي وأحل وأوجد بالنسبة لY إذن عزيزي الطالب نبدل الX والY لتكون X تساوي 3Y ناقص الأربعة الآن أوجد أحل بالنسبة لY فأوجد النظير الجمعي للأربعة للطرفين فتكون الثلاثة Y تساوي X زائد الأربعة الآن النظير الضربي بالنسبة للثلاثة أستخدمها أضربها في الطرفين فتكون Y تساوي X زائد الأربعة على الثلاثة إذن الY تساوي ثلث X زائد الأربعة ننتقل الآن عزيزي الطالب إلى مثال آخر أوجد معكوس الدالة Y تساوي ثلاثة X تربيع ناقص الأربعة هنا عزيزي الطالب لاحظ معاي أن الدالة نعم الدالة تربيعية ولإيجاد معكوس الدالة تربيعية أبدل الX مع الY بدلت الX مع الY لتكون الX تساوي ثلاثة Y تربيع ناقص الأربعة وأحل بالنسبة للY وهنا عزيزي الطالب راح أحصل على موجب أو تسالب الجذر التربيعي لدالة نحل نحل بالنسبة لي Y لتكون ثلاثة Y تربيع تساوي X زائد الأربعة استخدمنا النظير الجمعي للأربعة للطرفين الآن نستخدم النظير الضربي للثلاثة في الطرفين فيكون أضرب بالثلث في الطرفين لتكون Y تربيع تساوي X زائد أربعة على الثلاثة إذن عزيزي الطالب أأخذ جذر الطرفين ليكون Y تساوي موجب أو سالب الجذر التربيعي للثلث ضرب X زائد الأربعة دوال الجذر التربيعي المعادلة Y تساوي الجذر التربيعي لX دالة جذر تربيعي الشكل البياني المقابل يمثل البيان دالة الجذر التربيعي ومداها يكون الفترة نصف مقلقة صفر وما لا نهاية ننتقل الآن عزيزي الطالب إلى التمثيل البياني لدالة الجذر التربيعي على الصورة Y يساوي الجذر التربيعي لX ناقص H زائد K هنا عزيزي الطالب لازم أستخدم دالة المرجع عشان أمثل دالة الجذر التربيعي لعصورة Y تساوي الجذر التربيعي لX ناقص H زائد K وبتحديد قيمة H التي تعطيني إزاحة لليمين أو لليسار أو قيمة K التي تعطيني إزاحة لأعلى أو لأسفل فعندما تكون H والK موجبتين لاحظ معي عزيزي الطالب أن H موجبة والK موجبة فإن الإزاحة تكون بعدد H من الوحدات يمينا وعدد K من الوحدات الأعلى إذن عزيزي الطالب Y تساوي الجذر التربيعي لX ناقص H زائد K عندما تكون H موجبة فالإزاحة ستكون باتجاه اليمين لعدد H من الوحدات وكذلك إذا كانت K موجبة فتكون الإزاحة لأعلى بعدد K من الوحدات أما عندما تكون H سالبة فيزاح البيان إلى اليسار عندما يكون K سالبة فيزاح البيان إلى الأسفل أي هنا في رسم بيان الدالة Y تساوي الجذر التربيعي لX ناقص ال-H زائد K عندما تكون ال-H سالبة فيزاح بيان الدالة إلى اليسار باتجاه H من الوحدات وكذلك عندما تكون K سالبة فيزاح بيان الدالة إلى الأسفل باتجاه K من الوحدات مهم دالة الجذر التربيعي على الصورة Y يساوي الجذر التربيعي لX ناقص ال-H زائد K فيكون مجالها هو الفترة نصف مغلقة H وما لا نهاية ويكون مداها الفترة النصف مغلقة K وما لا نهاية إذن انتبه عزيزي الطالب ال-Y تساوي الجذر التربيعي لX ناقص ال-H زائد K مجالها ماذا يكون مجالها تحت الجذر H نعم مغلقة H وما لا نهاية ومداها يكون K مغلقة K وما لا نهاية فمثلا بيان الدالة Y يساوي الجذر التربيعي لX زائد ال-2 ناقص الثلاثة ينتج من إزاحة بيان الدالة Y يساوي الجذر التربيعي لX نعم وحدتان لليسار لاحظ معي وحدتان لليسار ثم ثلاث وحدات للأسفل فقيمة ال-H هي سالب 2 فهي إزاحة أوفقية لليسار بمقدار وحدتان وقيمة K هي سالب 3 أي إزاحة إلى الأسفل بمقدار 3 وحدات ويكون مجال الدالة هو الفترة نصف مقلقة سالب 2 وما لا نهاية ومدى الدالة هو الفترة نصف مقلقة سالب 3 وما لا نهاية ننتقل الآن عزيزي طالب إلى مثال آخر ارسم بيانة دالة Y يساوي الجدر التربيعي لـ X ناقص الأربعة زائد 2 هنا عزيزي طالب لرسم بيانة دالة Y يساوي الجدر التربيعي لـ X ناقص الأربعة زائد 2 ارسم Y تساوي الجدر التربيعي لـ X ومنها أحدد الإزاحة الأفقية والإزاحة الرأسية فهنا قيمة الـ H هي إزاحة أفقية باتجاه نعم باتجاه الموجب أربع وحدات وقيمة الـ K هي موجب أثنين أي إزاحة أفقية بمقدار وحدتين فينتج من إزاحة بيان الدالة Y يساوي الجذر التربيعي لـ X أربع وحدات لليمين وكذلك وحدتان إلى الأعلى إذن Y يساوي الجذر التربيعي لـ X ناقص الأربعة زائد أثنين ناتجة من إزاحة أفقية أربع وحدات باتجاه اليمين ووحدتان للا أعلى إذن مجال الدالة أقدر أحدده هو الفترة نصف مقلقة لأربعة ومالة نهاية أما مدى الدالة هو الفترة نصف مقلقة أثنين ومالة نهاية أعزائي الطلبة بعد أن انتهينا من استعراض الأمثلة ننتقل الآن إلى بعض الأسئلة الموضوعية السؤال الأول ظلل A إذا كانت العبارة صحيحة أو B إذا كانت العبارة خاطعة واحد المعادلة Y تساوي أثنين X تربيع ناقص أثنين ضرب القوس ثلاثة ناقص X الكل تربيع تمثل معادلة قطع مكافئ نلاحظ أن القطع المكافئ يكون من الدرجة الثانية وهنا لما أفك القوس سأحصل على معادلة من الدرجة الأولى فلا تمثل قط مكافئ فتكون الإجابة خاطئة السؤال الثاني منحن القطع المكافئ Y يساوي القوس سالب X زائد الأثنين لكل تربيع زائد الثلاثة يمر بالنقطة P أثنين وثلاثة عشان أحصل أن منحن القوس يمر بالنقطة أثنين وثلاثة أعوض نعم أعوض بالX تساوي الأثنين فتكون ناقص أثنين زائد الأثنين الكل تربيع يعني صفر الكل تربيع لتكون الY تساوي الثلاثة إذن تكون النقطة P أثنين وثلاثة تمر بالقطع المكافئ فتكون الإجابة صحيحة ننتقل الآن إلى السؤال الثالث إذا كانت النقطة أم X و Y تنتمي لبيان الدالة F فإن النقطة أن X و Y تنتمي لبيان معكوس هذه الدالة كما عرفنا سابقا إذا كانت عندي نقطة تنتمي لبيانها وهي X و Y فالنقطة الأخرى ماذا تكون نعم Y و X هي اللي تنتمي لبيان معكوس الدالة فتكون الإجابة خاطئة السؤال الرابع المستقيم Y يساوي X هو خط انعكاس لبيان دالة F وبيان معكوسها نعم المستقيم Y يساوي X هو خط انعكاس لبيان دالة F وبيان معكوسها ننتقل الآن عزيزي الطالب إلى السؤال الخامس إذا كانت F تساوي X زائد الواحد وال G X تساوي X ناقص الواحد فإن الدالتين كل منهما معكوسا للأخرى هنا عزيزي الطالب الدالتين F و G كل منهما معكوسا للأخرى شلون نعمل F تساوي X زائد الواحد أي أن Y تساوي X زائد الواحد نبدل X والY لتكون X تساوي Y زائد الواحد فتكون Y تساوي X ناقص واحد وهي الدالة G فتكون الإجابة صحيحة السؤال السادس لا يتغير مجال دالة الجدر التربيعي بعد إزاحتها ثلاث وحدات يمينا عزيزي الطالب دالة الجدر التربيعي Y يساوي ولنأخذ مثلا Y يساوي الجدر التربيعي لX ناقص الواحد ماذا يكون مجالها نعمل فترة نصف مقلقة واحد وما لا نهاية إذن عند إزاحتها اتجاه اليمين أو اتجاه اليسار فإنه يتغير مجالها فتكون الإجابة خاطئة إلى هنا عزاء الطلب والطالبات وصلنا إلى نهاية حلقة هذا اليوم والذي تناولنا فيها المعكوسات ودوال الجذور التربيعية ونراكم في حلقات أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة